في فرنسا بدأ إضراب دعت إليه نقابات الهيئة المشغلة لقطارات الأنفاق احتجاجاً على ارتفاع معدل التضخم والمطالبة بزيادة في الأجور وتحسين شروط العمل وقد تجمع المضربون أمام محطات القطارات والمترو وسط مطالبات برفع الأجور بعد ارتفاع تكليف المعيشة ينضم إلينا من باريس الكاتب والباحث السياسي محمد كلش مساء الخير سيد محمد كلش كل هذه الإضرابات أهلا مرحب الإضراب المتعلق بمترو الأنفاق إلى أي مدى برأيك يضغط على الحكومة الفرنسية التي تعاني أصلاً من ضغوط أخرى متعلقة بارتفاع أسعار الطاقة عموماً يعني الضغوط على الحكومة مستمرة منذ الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية التي جرت في الربيع الماضي هذه حركة الاستياء الشعبي هذه اليسارية بشكل خاص يعني مع كل الحديث عن أنها تعبر عن الاستياء من خفض القيمة الشرائية والتضخم وغلاء الأسعار إلى ما هنالك لكنها لا تخفي الصراع أو المواجهة اليسارية المعارضة ضد الحكومة منذ عدة أشهر وهي مستمرة في هذا السياق وما حركت الإضراب اليوم إلا في هذا الإطار دون أن نخفي أن المواطنين الفرنسيين بشكل عام لازالت القوة الشرائية دون ما تقدمته الحكومة الفرنسية من مساعدات وخطط اقتصادية داعمة للمواطنين عنيت بشكل محدد الواحد وسبعين مليار أيرو فاصل ستة مساعدات إن كان ذلك لتجميد أسعار الطاقة تجميد أسعار الغاز التي ارتفعت خمسمائة بالمئة إضافة إلى دعم المحروقات النفط في محطات بيع المحروقات العامة إضافة إلى المساعدة في دفع الفواتير لكن التضخم في فرنسا نسبة التضخم بلغت ستة فاصل اثنين بالمئة أي أقل من العشرة بالمئة التي سادت منطقة تقريبا سادت كل دول منطقة الأيرو التسعة عشر رغم هذا نزالت الرواتب دون ستة فاصل ولكن هناك من يقول بأن حالة التعبئة هذه أيضا هي استباق للخطة المقبلة بشأن التقاعد وبشأن إصلاح نظام التقاعد في فرنسا هل يمكن أن تمنع هذه التعبئة برأيك تنفيذ هذه الخطة المتعلقة بإصلاح موضوع التقاعد بالتحديد؟ موضوع التقاعد موضوع شائك وموضوع لا يتم حسمه خلال فترة قصيرة سيتطلب الأمر كما هو واضح مناقشات طويلة وقد يصعب التوصل إلى نتيجة قبل أشهر لاحقة لكن في كل الاحتمالات مكرون الحكومة الفرنسية مصرة على هذا الموضوع على أن نصل إلى أن يكون سن التقاعد 65 عاما وهذا في تبرير ذلك أن الأمل بالعيش للفرد يزداد وبالتالي يجب أن يكون هناك تغطية مالية للمتقاعدين من أين تأتي التغطية من الصندوق العام من يمول الصندوق العام هم العاملون فإذا توقف العمل عند سن مبكرة يصبح هناك نقص في هذا الصندوق من هنا تبرير زيادة سن رفع سن التقاعد بدءا من سن 65 عاما هذا هناك ما يؤيد وهناك ما يعارض هذا الموضوع فيما يتعلق بسن التقاعد لكن إذا تحدثنا عن قطاع النقل نفسه في باريس وفي فرنسا عموما قطاع مترهل يعاني من نقص الموظفين يقال بأن هناك انفجار في معدلات تغيب عن العمل إلى ما يعود ذلك في الفترة هذه الفترة الماضية هل هي من نتائج الكورونا؟ لا أعتقد طبعا فعل كورونا فعل فعله طبعا كان لهذا تأثير يعني هناك من يعني هي الحالة الديمقراطية التي تسمح أحيانا في الاستفادة منها بشكل سلبي هناك يعني حالات مرضية تبين لاحقا أنها غير صحيحة وكان ثمن طرد هؤلاء الموظفين الذين قالوا أنهم مرضى ولم يكونوا مرضى من العمل هناك من يقدم طلبا بالاستعداد للإضراب منذ خمس سنوات وهو يقول بأنه مضرب داخل شبكة النقل العام طبعا لا يحق لأحد طرده من العمل هو قانون العمل في الديمقراطيات إذن نقول أنا مضرب منذ خمس سنوات لكنني في العمل وأتدبر أمري سرا في عمل آخر وأستفيد من المخصصات الصحية والاجتماعية داخل العمل هذه ممكن أن توصف بفضيحة أو شبه فضيحة لكن محترمة ولا يمكننا وصفها بالفضيحة طالما نحن تحت ظل قانون العمل وتحت ظل المناخ الديمقراطي أشكرك محمد كلاش الكاتب والباحث السياسي في باريس